السلام عليكم يا أحلى متابقين في الدنيا رب تكونوا بخير فيديو النهاردة عبارة عن إعادة تدوير لأكتر من شنطة بطريقة سهلة أول حاجة جبت جزء كده من الشنطة 30 سنتي في 30 سنتي وبدأت كده أن أنا أخيطها داير ميدور مع عدة الجزء اللي من فوق بعد كده عملت فتحات صغيرة كده علشان أعمل فيها الكابسون الفضي ده استخدمناه أكتر من مرة قولنا قبل كده أن الكيس بتاعه بيكون بـ 20 جنيه بيقعد معيكو كتير جدا بيكون ألف حباية من اللي انتو شايفينه دا كل اللي بنحتاجه بس أن احنا بنركبها استقلل نفسنا يعني الوش في الظهر مع بعضيها وندق عليها بتبقى بنفس الشكل كده سهلة جدا وبسيطة وجبت كده إيد شنطة اللي هي الجهزة ديت على طول برضو بتتبع الإيد دي كانت بـ 5 جنيه فالشنطة كلها على بعضيها بالقطعة دي ما كفلتش 10 جنيه مع بعض هبدأ كده أن أنا ألزأ بقى الجزء دوت ده برضو أجزاء كده بتبع جهزة للشنطة للأحزاء للحاجات دي بدأت كده أن أنا أجيبها علشان أزين بيها الشنطة بتحتي الشنطة بتحتي دي تنفع لايت للجامعة تنفع للنادي حاجة بسيطة جدا ورقيقة ومن غير أي تكلفة يلا بينا بقى على الفكرة التانية هنا كده كده قطعة من الشنطة برضو خمتين بدأت أجيب وش وظهر والزعهم في بعض وبعد كده هقلبها علشان تكون دي الجزء اللي هو القطماني من الشنطة بعد كده هخيط في جنب الشنطة وهخرمها كده وادككها وبعد كده هاخد الحبل أعمله دراع من وراء علشان تكون شنطة صريفة كده للدروس بصوا فكرة تلك سهلة جدا وبسيطة ازاي؟ يلا بينا على الفكرة التالدة دي كده بانطلون جينسة عندي قديم بدأت كده ان انا اجيب الجزء اللي من فوق الواسع وهبدأ ان انا اقفله والجزء اللي هو قديق شوية من تحت هبدأ ان انا قدني على 20 ستين بحيث ان يكون دوت اللي انا هدكك منه الشنطة علشان برضو تنفع بنفس الطريقة كده هعملها بصوا شكل الفيونكا وبعد كده بقى اي حاجة للتزيين لو انتم مش عاجبكم الشكل اللي هو بيبقى في تانية بتاعت رجلة بانطلون بتداروها زي ما انا دارتها كده وبدأ ان انا لزقها لو انتم عايزين انت خياتوها خياتوها بس هي ممكن مجرد ان ما انتم تلزقوها تلزق معيكو كويس وبنفس الطريقة كده برضو هزين الباقي من الشنطة علشان تكون شكل الشنطة طبعا زيها زي الجهزة ما بنش ان دي رجل منطلون جينسة خالص زي ما انتم شايفين الفروع دي المتر بتاعها دلوقتي باتنين جنيه بعد الغليو كان بجنيه قبل الغليو والطوكة دي بتكون بحدود 3 جنيه فانا عملت كده يعتبر شنطة من اللي شي بس بصوا شكلها حلوة او ازاي يلا بينا على الفكرة الرابعة برضو رجل بانطلون بس اللي هي بتبقى التانية اللي تحت خالص هبدأ بقى ان انا اعمل شنطة منها للاطفال هقفلها كده من تحت بعد كده هبدأ ان انا اعمل فتحتين بالمقص واقفل منهم السلسلة زي ما انتم شايفين بعد كده هبدأ ان انا اركب الحبل ده دير ميدور كده زي ما انتم شايفين وقص الزيادة وهجيب قطعة من رجل بانطلون تانية وهلزقها فوق منها علشان تكون قوية معي وهي حباية لولي زي كده هبدأ ان انا اشد بيها الفتلة وعملها علشان تكون دي اللي تقفل معي الشنطة جبت كده قطعة من الخيش اللي لونها كحلي اللي تمشي مع الشنطة بتاعتي وبعد كده هبدأ ان انا اجيب حباية اللولي اللي هي الفصفوري وهزيم بيها الاجزاء الاربع زي ما انتم شايفين كده طريقة سهلة جدا وبسيطة بس هتفرح بيها اولادكم طبعا من غير بقى خياطة للناس اللي ما عندهاش مكان واي لعبة اطفال زي كده تزينوا بيها امان ان الافكار بتاعت النهار ده تكون عجبتكم ما تنخلوش بقى عليا باللايك والشير والسابسكرايب ولو لسه اول مرة بالتباني انزل فعال الاشتراك علشان ان شاء الله يوصلك الجديد شكرا جدا لكم ومع السلام